عندما تطبق متاعب الحياة على صدرك فإنك بحاجة إلى متنفس تروح فيه عن نفسك وتغسل همومها سوق الغزل في بغداد إحدى المحطات التي أمها العراقيون لسيما يوم الجمعة باحثين عما يخفف عن أنفسهم المآسي التي يعيشونها وينسيهم بعض الذي أصابهم يقع هذا السوق وسط بغداد إلى جانب جامع الخلفاء الذي بناه الخليفة العباسي المكتفي بالله في القرن التاسع الميلادي قد ترى العجب العجاب وأنت تقلب النظر في فسيفساء هذه السوق أنواع الطيور بأشكالها وألوانها تبهر الألباب وتأخذ بالأبصار والزواحف والحيوانات الأليفة من مختلف الصنوف الدواجن والكلاب والقطط وأسماك الزينة حديقة حيوان منتدة على طول السوق يمينا ويسارا أعجوبة للزائرين تبيع وتشتري وتمتع النظر وتستنشق عبق التراث إلا أن ما ينغص رائحة الماضي وعبق التراث المنبعث من هذا السوق تراجع نسبة الحيوانات المحلية أمام نظيرتها المستوردة التي كادت أن تزيل الطابع الشعبي عن هذا السوق قبل أحسن قبل أحسن على التربية التي نحن نربيها يعني مثلا نقول تخرجنا صناعتنا نحن في العراق هسا لا هسا خربت يعني قام مثلا يجيبون من الخارج يستوردون من الخارج ويجيبون دربوه وكملوا ملوا وحفوه وباعوه يجيبون قبل السوق الغزر كما أن الظروف السياسية والأمنية لها تأثيرها السلبي على مزاج العامة والسوق المحلية التي شهدت تراجعا أمام موجات الاستيراد وهو ما أثار مخاوف من انقراض الحيوانات المحلية التي لا تلقى اهتماما كافيا سوق المحلي حاليا تقدر تقول تعب أو وضعيتها حيل حيل نزلت لأنه قليل كل شخص قاموا يسحبون من التبزير الهنانة أغلبية تدا يطلع بمشاكل سوء يعني يعرفون الصرف وموث ما تجيب انت مستورد جاهز ورغم المعوقات والظروف الصعبة تبقى هذه السوق من تراث بغداد الشعبي العصي على النسيان والعالق في ذاكرة كثير من العراقيين شكرا